موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة طلبة جامعة الكدس المفتوحة في لقاء جديد من سلسلة لقاءات الفيديو ستريمينج لمكرر محاسب 24132 حيث سيخصص هذا اللقاء لمناقشة بعض الأمثل التوضيحية والتطبيكية حول امتلاك الأصول الثابت وسنبدأ في المثال رقم واحد المتعلق في امتلاك الأصول يقول هذا المثال قامت الشركة بشراء آل من ألمانيا بتكلف قدرها عشرة آلاف دولار وقد دفعت الشركة المصاريف التالي مصاريف شحن 2000 دولار ومصاريف تأمين خلال نقل 1000 دولار ومصاريف جمارك 1500 دولار ومصاريف نقل الآلي للشركة 500 دولار ومصاريف تنزيل وتركيب 1000 دولار المطلوب تسجيل قيد شراء الآلي وقيد المصاريف الخاصة بالآلي أولا من لاحظ ملاحظة أن هذه الآلي لوحدها وبالتالي جميع المصاريف هي دفعت على هذه الآلي قبل أن تبدأ بالإنتاج وبالتالي هي ترسمل بمعنى أن هذه المصاريف تسجل وتقفل في حساب الآلي بدل ما نكفلها في حساب الأرباح والخصارة سوف نكون بقفلها في حساب الآلي وهذا يترتب على حل هذا المثال الكيود التالي أول قيد اللي هو قيد شراء الآلي بقيمة الفاتورة واللي هي حسب التكلفي والمتمثلي بعشر آلاف دولار من حساب الآلي كشراء أصيل إلى حسابه يشأ البنك لأن هذه المصاريف تفعت عن طريق أو هذه الآلي والمصاريف تفعت عن طريق شكات وبالتالي البنك بيكون داين إذن حيكون القيد الشراء أولا نسجل قيد الشراء من حساب الآلي عشرة آلاف كيمة الفاتورة إلى حساب البنك القيد رقم اثنين والله هو قيد دفع المصاريف والمصاريف دائما منذكر إنه لازم تكون مديني فحيكون من حساب مذكورين المصاريف إلى حساب البنك اللي هي من مذكورين حساب مصاريف شحن الآلي ألفين حساب مصاريف التأمين للآلي ألف حساب مصاريف جمارك الآلي ألف وخمسمية حساب مصاريف نقل الآلي خمسمية حساب مصاريف تنزيل وتركيب الآلي ألف كل إن هذول المصاريف هي دفعت على هذه الآلي قبل أن تبدأ بالإنتاج وبالتالي إلى حساب البنك لو جمعناهم نلقاهم ست آلاف وإلى حساب البنك هيكون ست آلاف وهو عبارة عن قيد إثبات دفع هذه المصاريف الان هذه المصاريف سوف يتم اكفالها في الاصل نفسه لان هي عبارة مصاريف رأسمالية فحيكون القيد رقم ثلاث له قيد اكفال المصاريف الرأسمالية في الاصل من حساب الالي اذا جعلت الالي مديني بستة الاف كيمة المصاريف لانها الالي شريت لوحدها لو كان معها مجموعة اصول حتتوزع هذه المصاريف على الالي وكمان الاصل الذي هيكون معها بس في مثالنا احنا هنا من لاحظ انها الالي لوحدها فقلنا من حساب الالي ست الاف الى حساب مذكورين حساب مصاريف الشحن حساب مصاريف التأمين حساب مصاريف الجمارك وحساب مصاريف نكل الالي وحساب مصاريف تنزيل وتركيب الالي بمعنى ان المصاريف كانت مدينة عند الدفع وعند الاكفال نكون بجعلها دائني وحساب الالي مديني وبالتالي المصاريف بتكون بتصفر والنتيجة رسملت على هذه الآلي وأصبحت بهذه الحالة قيمة الآلي زي ما احنا شايفين قيمة الآلي كانت عشر آلاف حسب الفاتورة اللي شريناها وست آلاف ناتج على المصاريف الرأسمالية رسملت على الآلي وحملت عليها وبالتالي أصبح عندي قيمة الآلي ستاشر ألف دولار وبالتالي هذا رصيد مدين ستاشر ألف دولار هو عبارة عن رصيد يظهر في الميزانية العمومية هكذا بيكون عملية تسجيل وحساب تكلفة هذه الآلي إذن منسجل قيد الآلي شراءها من الآلي للبانك وبعدين المصاريف دفعها من حساب المذكورين للمصاريف لحساب البانك ومن ثم رسملت هذه المصاريف على الآلي فمن حساب الآلي إلى مذكورين حساب المصاريف ومن ثم عمل حساب التي كاونت للآلي والخروج بأن هذه الآلي تكلفتها التي ستسجل بها في الميزانية العمومية هي عبارة عن ستاشر ألف دولار مثال رقم اثنين تمتلك منشأة أحمد سيارة مسجلة بالدفاتر من مبلغ ستاشر ألف يعني التكلفة التاريخية تبعتها ستاشر ألف مخصص استهلاكها في واحد وثلاثين واثناش عالفين وعشرة ستة ألاف تمت مبادلتها في ذلك التاريخ بقطعة أرض كيمتها السوقية عشرة ألاف ودفعت المنشأة ألفين دينار لإتمام السفقة خلينا نقول نقدا أو بشك حنشوف يعني عملية حل السؤال إما نقدا أو شك طيب لو جينا دككنا في هذا السؤال نوجد أنه في عندي أنا سيارة كيمتها ستاشر ألف مخصص استهلاكها ستة ألاف بدلناها بقطعة أرض عشرة ألاف ودفعنا ألفين طيب المبادل الأساسي أنه هاي السيارة هي مدينة يوم أبدلها وأخلط منها لازم تكون إيش دائن مخصص الاستهلاك هو دائما دائم فيوم تنباع السيارة لازم تكون إيش مدينة بدلناها مبادلتها في ذلك بقطعة أرض كيمتها السوكية ألف معناته صار عند أصل جديد هون لازم يكون إيش مدين أصل جديد لازم يكون مدين إذن الأرض لازم تكون مدينة ودفعت المنشأة مبلغ ألفين دينار وبالتالي هون بيكون البنك أو الصندوق بيكون إيش دائن إذن بهذه الحالة إذا أنا أتطلع على السؤال كون ما أجعل حل وكون ما أجعل مطلوب وكون ما أجعل أي شيء بوجد أنه السيارة لازم تكون دائني ومين كمان دائن والبنك أو الصندوق والمدين حتكون مخصص استهلاك السيارة وكمان الأرض التي تم شراء المطلوب تسجيل الكويد اليومي لازم من إثبات عملية المبادلة حنشوف الحل الكويد المبادلة من مذكورين أول شيء الأرض مشان أثبت الأصل الجديد هذا الأرض هو ليش إنه عبارة عن الأصل الجديد أصل جديد كمان المخصص كان دائن فيوم أتروح السيارة بدأ جعله مدينة مشان أخلص منه مشان هنا لتصفيره لازم أصفره هذا هو كان دائن بجعله مدينة مشان تصفر إلى مذكورين مين؟ السيارة لأن أنا تم مبادلتها والتخلص منها يعني بكت فيه مدينة بجعلها دائنة مشان تصفر كمان عندي حساب الصندوق لأنها العملية تمت إيش عن طريق الدفع نقدا يعني بهذه الحالي صار عندي الدفع نقدي ألفين فتمت هذه العملية اللي موجودة في السؤال الآن بدي أجي أعمل اللي هو المجامية لو أخدت المجموع المدين بل كا 16 ألف لو أخدت المجموع الدائن بل كا 18 ألف طيب الآن المدين 16 والدائن 18 محاسبيا لا يجوز إذا لازم نحط هنا إشي ألفين وبما إنه حيوضع من حساب مذكورين من مذكورين يعني فبالتالي في هذه الحالي يكون خسارة مبادلي حنشوف وبالتالي طلع عندي هنا ألفين خسارة مبادلي حساب خسارة المبادلي لاحظين فإحنا قبل ما نحط الخسارة أو الربح يجب نجمع الطرف المدين والطرف الدائن الطرف المدين 16 ألف الطرف الدائن 18 معناه تعميني اللي بحاجي هو الطرف المدين إذن لازم أن أحط للطرف المدين ألفين وهو خسارة مبادلي زي ما احنا شايفين هذه الخسارة يجب أن تكفل في حساب الأرباح والخسارة إذن قيد المبادلي هكذا زي ما احنا شايفين من حساب الأرض مخصصة لك السيارة خسارة المبادلة إلى حساب مذكورين حساب السيارة حساب الصندوق وبالتالي تمت هذا القيد الخاص في مبادلة السيارة بالأرض ولكن هذه الخسارة يجب أن تكفل في حساب الأرباح والخسارة قيد إكفال خسارة مبادلة بجعل الأرباح والخسارة أو قائمة الدخل مديني لأنها خسارة وإلى حساب خسارة المبادلة دائنة لأنها كانت في الأصل المدينة فبجعلها دائنة مشان تصفر وبجعل الطرف المدين هو حساب قائمة الدخل أو الأرباح والخسارة فبالتالي قيد المبادلة زي ما احنا شايفين هو قيدين قيد إثبات المبادلة زي ما احنا شرحنا ووضحنا والقيد الثاني هو قيد إكفال سواء كانت خسارة مبادلة أو كانت ربح مبادلة حتى أنه نخرج وتكون كيود المحاسبية السليمة ودقيقة مئة في المئة هذا هو ما يتعلق في عملية المبادلة ننتقل الآن إلى المثال رقم ثلاث المثال رقم ثلاث هو بتعلق في عملية إنتاج الأصل داخلية كيف أنا بدي أعالج الكيود المحاسبية إذا تم إنتاج الأصل داخل المنشأة وهذا المثال يقول منشأت مقاولات أنشأت مبنى لاستعمالات الإدارة وقد دفعت تكاليف الإنشاء التالية بشكات إذن عملية الدفع تمت عن طريق شكات خمس آلاف مواد بناء ألف أجور عمال خمسة آلاف أجرة خلاطة ألفين تكاليف المخطط الهندسي وثمانة آلاف مصاريف أخرى لاحظين إنها يبارا عنها كلها عمجموعة بتأدي إلى مبنى لإدارة المنشأة فبالتالي لازم نتذكر إنها هذه المصاريف يجب تسجيل دفع هذه المصاريف ومن ثم القيد الثاني وهو رسملة هذه المصاريف على الأصل نفسه فالمطلوب سجل الكيود اليومية لإثبات دفع نفقات البناء وحسب تكلفة المبنى حنشوف أولاً حندخل في عملية إثبات دفع المصاريف طبعاً المصاريف زي ما بنعرف لازم تكون مدينة فمن حساب مذكورين مواد بناء خمسة آلاف جور عمار ألف أجرة خلاطة خمسة آلاف تكاليف المخطط الهندسي ألفين مصاريف مختلفة ثمانة آلاف مجموح إن إذا بنحسبهن إحنا هون بنلقاهن واحد وعشرين ألف هذولا إلى حساب البنك إذن هذا هو القيد الأول وهو إثبات دفع المصاريف من حساب مذكورين المصاريف المختلفة كل واحد بإسمه إلى حساب البنك طيب هذه المصاريف هي مدينة أجب أن تكفل بمعنى أنها تكون داينة طب من الطرف المدين هو مبنى المنشأة أو مبنى أو المباني إذن حيكون القيد إلا هو إكفال المصاريف في حساب الأصل من حساب المباني إلى حساب مذكورين حساب مواد بناء خمسة آلاف حساب أجور عمال ألف حساب أجور تخلاطة خمسة آلاف تكاليف مخطط الهندسة ألفين ومصاريف مختلفة ثمانية آلاف وبالتالي من لاحظ أنه في إنتاج الأصل داخليا في عناك قيدين قيد إثبات دفع المصاريف وقيد تحميل أو إكفال هذه المصاريف في حساب الأصل وهو حساب المبنى وبالتالي بكون هذه الكيد المحاسبية المتعلقة في امتلاك الأصل الثابت وبالتالي أعزائي الطلبة نكون في هذا اللقاء قد تناولنا ثلاثة أمثل تطبيقية على عملية امتلاك الأصول سواء كان ذلك بالشراء أو المبادلة أو بالإنتاج داخليا وآملا أن تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء التعليمي وآملا اللقاء بكم في لقاء تعليمي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة